وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال عام من الحرب على قطاع غزة بأنه المجزر الأكبر بحق الصحافة في العالم واعتبر نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر أن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة هو حرب إبادة للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ما يرتكبه جيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية للإعلام الفلسطيني لوسائل الإعلام والصحفيين وتتم كل هذه الجرائم بحق الصحفيين وهي جرائم حرب وفق القانوني الدولي تتم بقرار من حكومة الاحتلال وبشكل ممنهج ضد كل وسائل الإعلام وضد الصحفيين نحن فقدنا حتى الآن أكثر من 170 صحفيا شهيدا وعامل في قطاع الإعلام وأيضا نعتبر أن عدد الصحفيين الذين قتلوا واستشهدوا في هذه الحرب تبلغ نسبته أكثر من 10% من مجموع الصحفيين في قطاع غزة قال أبو بكر إن إسرائيل وسعت حربها على المؤسسات الإعلامية لتطال إلى جانب قطاع غزة كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عندما نتحدث عن أكثر من 80 مؤسسة إعلامية دمرت في قطاع غزة فأننا نتحدث عن نسبة 100% من المؤسسات الإعلامية دمرت بما فيها المحطات الإذاعية المحلية أكثر من 22% إذاعة محلية دمرت بالكامل هي حرب شاملة ضد الإعلام ليس في قطاع غزة وحده هي الأخطر والأكثر خطورة في قطاع غزة والثمن بعض كان كبير جدا في قطاع غزة ولكن هناك إغلاق مؤسسات إعلامية في القدس والضفة الغربية منها تلفزيون فلسطين تلفزيون الحكومة الفلسطينية مغلق في مدينة القدس منذ سنوات أضاف أبو بكر أن استهداف إسرائيل للصحفيين ومنع المؤسسات الصحفية الدولية والإقليمية من دخول قطاع غزة وتغطية الحرب يهدف بالأساس للتغطية على ما ترتكبه من جرائم وترويج روايتها المغلوطة تقييمنا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن لا يكون هناك تغطية إعلامية لذلك منع كل وسائل الإعلام الدولية والأجنبية من دخول قطاع غزة رغم كل هذه الجرائم الممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي استطاع الصحفي الفلسطيني أن يحدث اختراق في الرأي العام رأينا مئات الملايين في شوارع عواصم ومدن العالم يخرجوا للتنديد بجرائم الاحتلال أشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن النقابة تتحرك دوليا لملاحقة إسرائيل وفضحها بسبب الجرائم التي ترتكبها والتي تصل إلى جرائم الحرب نحن بصدد إنهاء ملف الشكوى أو استكمال ملف الشكوى المقدم للمحكمات الجنائية الدولية رغم أنه قدمنا شكويين قبل هذه الشكوى شكوى بقتل شيرين أبو عاقلي صحفي فلسطيني معروفي وشكوى بشهداء مسيرات العودة في قطاع خزة ياسر مرتجع وأحمد أبو حسين شهداء واثنين من الجرحى فقدوا عيونهم معاذ عمارني ونضال اشتية في نابلس ومعاذ عمارني من بيت لحم هؤلاء قدمناهم لكي يكونوا شهود أحياء أمام القضاء الدولي كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر لعام ٢٠٢٣ عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي لمآت الجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من بينها استشهاد مائة وسبعة وستين صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام عامر تمام سيجي تي إن العربية